الموقف من إشاعة سيئة عن شخص مسلم الظن الحسن بالمسلم قال تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أن يطلب المسلم الدليل على صحة الإشاعة فيدحضها إذا كانت باطلة كتم الإشاعة وعدم نقلها وتداولها أو المشاركة في نشرها أن يرد الأمر إلى أهل العلم والعقل والحكمة قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وقال تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون